اذا اليوم لغة عربية شفنا الجغرافية وشفنا ايضا التربية علمية الرياضيات اليوم لغة عربية ورأينا ايضا نموذج سابقا في اللغة العربية نتمنى اللي ما شفهمش يشوفهم من خلال قائمة تشغيل سنة ثالثة ابتدائي ابدأ اولا بقراءة النص لكن الغرض هنا ليس النص لانه النص يمكن يجيهم اي نص الغرض هو اسئلة البناء اللغوي شفتها انها منوعة من خلالها ستكون مراجعة مفيدة ان شاء الله اذا الحاسوب الة العصر التي تمنيت ان املكها واستمتعا بها في وقت فراغي فتحققت امنيتي بمناسبة حصولي على المرتبة الاولى في الفصل الثالث حسبت الحاسوب في بادئ الامر لعبة مسلية لكنني ادركت ان فوائده عديدة به اكتب والون وبه امارس الالعاب الذهنية واتفرج على الافلام وتعرفت على مكوناته الاساسية وهي الشاشة لوحة المفاتيح الفأر الوحدة المركزية ان الحاسوب جهاز عصري وعجيب ولكن يجب ان لا نشغله كثيرا لكي لا نعرض اجسامنا للاشعة المضرة وحتى لا نضعف من بصرنا اذا متى تحصل الكاتب على الحاسوب لأول مرة لدينا الجواب هنا في النص تحصل عندما ماذا عندما تحصل على المرتبة الاولى في الثلاث الثالث قلنا ما هي مكونات الحاسوب ذكرها هنا تعودوا تكتبوها ابنائينا اربط كل كلمة بمراد فيها حاسبتو ادركتو عصري هنا حديث ظننتو عرفتو اذا نبدو دائما بالاسهل دائما في الجواب بتاعنا نبدو بالاسهل والشيء اللي متأكدين منو هنا الشيء اللي متأكدين منو انو عصري هو حديث اللي هنا ادركتو هل هي ظننتو او عرفتو ادركتو انا ادري كل حقيقة يعني انا اعرف ادركتو ادركتو اذا لدينا ادركتو هي عرفتو هنا حاسبتو احسبو كنتو احسبوه ذكيا يعني كنتو اظنوه ذكيا حاسبتو هي ظننتو اذا هنا ماذا لدينا لدينا جمع تكسير فعل ماضي صفة واسم موصول هذا حين نستخرجوها من النص نتذكرها جمع تكسير فعل ماضي وصفة واسم موصول اذا نعود للنص اذا اول شيء نبدأ بالاسم الموصول لانه امامنا الاسم الموصول هو التي الاسماء الموصولة هي التي الذي اللذان اللذان الذين اللائ واللواتي هذه هي الاسماء الموصولة وتختلف على اسماء الاشارة اسماء الاشارة هي هذا وهذه والى اخره هذه الاسماء هذه الاسماء الموصولة اذا قلنا اسم موصولة وش عندنا عندنا فعل ماضي ايضا بسط جدا هو امامنا حاسبتو حاسبتو هاو الفعل الماضي حاسبتو ماذا ايضا لدينا قلنا صفة الصفة قلنا هي اسم يأتي بعد اسم اخر ليصفه ليصفه يصفنا شيء فيه ويكون مثله مثله في التعريف والتنكير مثله في الافراد والجمع والتثنية اذا كان مفرد يجي مفرد اذا كان الاسم اللي قبله جمع يجي جمع واذا كان مثني يجي مثنة وايضا في ماذا يكون مثله في حركة الاعراب لازم يكون مثله اذا كان مرفوع مرفوع اذا كان مجرور مجرور اذا كان منصوب منصوب اذا هنا اخترت اي كان عدة صيفاته هنا اخترت لعبة مسلية لعبة مسلية راكم تلاحظوا مفرد مفرد مؤنس مؤنس هنا مرفوعة هنا مرفوعة ماذا لدينا ايضا ماذا طلب مننا في الماضي اسم موصول وجمع تكسير جمع تكسير هنا ماذا لدينا لدينا الأفلام فيلم جمعها أفلام وعندنا شعاع جمعه الشعا الشعا الشعاع شعاع جمعه الشعا هنا ايضا جمع تكسير هنا ماذا لدينا لدينا لاحظ المثال ثم اكمل جدول ماذا لدينا في المثال ضمائر هو أنتما نحن هم هما للمذكر الماضي والمذارع والفعل ماذا فعل حسب في الماضي يحسب في المذارع إذن نكمل التصريف ماذا نقول حسب أنتما أنتما حسبتما أنا في الماضي نحن حسبنا هم حسبوا والجماعة والألف حسبوا والجماعة والألف هما حسبا حسبا الآن نذهب إلى المذارع هو يحسب يحسب عفوا يحسب أنتما ماذا نقول تحسباني أحسنتم أنتما تحسباني نحن نحسب بسيطة جدا نحن نحسب هم هم يحسبون هنا لازم ندير النون هم يحسبون نا هما للمذكر يحسباني نحن يختلف المضارع عن الماضي هنا في المضارع عندنا النون هنا أكمل فقط في المضارع أنتما ماذا قلنا أنتما تحسباني نحن نحسب نحسب إذن هذا التصريب لام أدخل لم ولا على الجمال الآتية على الجمال الآتية لحظوا أبناء يلعب الأطفال بالزجاج ينام المجتهد حتى يراجع دروسه ينجح الكسول أصم اليوم أصم اليوم أصم هنا لدينا سكون لاحظوا أين السكون لاحظوا أبناء شرح لكم حاجة بسيطة وتحتاجوها في المستقبل تحتاجوها وفي المستقبل بيتسهلكم أمور بزد نحن اللام لدينا لامين عندنا لام نسميها ناهية ولا عندنا لام اسمها نافية فقط ببساطة نشحلكم ببساطة شديدة هنا الناهية أبنائي أني ننهيك على أمر معين عكس أمرك في الأمر نقول لك أكتب في الناهية نقول لك لا تكتب لا تكتب هذه هي الناهية أني ننهيك على أمر هنا هذي اللام ناهية أبنائي اللي من وراءها الحرف اللي من وراءها عفوا ليس الحرف الفعل المضارع اللي من وراءها يكون فوقه سكون سكون لا يلعب لا تلعب لا تلعب لا تلعب هنا يكون فوقها سكون عندنا لا نافية هذه ننفي أنفي حدوث شيء معين نقول لك لا كما هنا لا ينام المجتهد حتى يراجع دروسه لا ينام هنا نفيت نفيت النوم تعتقل مش نهيت وأنه ما ينام لا نفيت حدوث الفعل هذه أبنائي ما تدير والفعل يبقى الفعل المضارع يبقى مرفوع إذن إذن هكبه انفرقوا انفرقوا متى نضع لا 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 النافية ولم لأنه لم أيضا لم الحاجة اللي تعرفوه على لم أنه الفعل المضارع بعدها يكون مجزوم نقول لك هنا لم يلعب لا نستطيع هنا نقول لم يلعب والله لم يلعب نقول لم يلعب لم يلعب إذن اللي هنا كيتلقوا ضم نحطوا لا كينقوا سكون نحطوا لم اللي هنا يلعبوا الأطفال بالزجاج وش نقول هل نقول لم يلعبوا لا نقول لا لا اللي هنا ينام المجتهد حتى يراجع دروسه نقول لا هنا ينجح الكسول ينجح لم ينجح الكسول لم اللي هنا أصم اليوم سكون لم أصم اليوم هي لم أصم لم أصم لكن فقط في النطق لما نوصل الكلمات بحض هنا قل لم أصم اليوم لكن هي لم أصم لم أصم بالسكون نتمنى هذه النقطة بالذات أخواتي يفهموا لك لأنها فيما بعد أحد سهل لهم أمور كثيرة أنا كتبت في الوضعية الإدماجية هنا الوضعية الإدماجية اختر آلة أو وسيلة اخترعها الإنسان وتحدث عنها هنا بإمكانكم أنكم تحدثوا على الهاتف الطائرة درتوا تعبير كتابي على الطائرة الطائرة كيف حلم بها عباس بن فرنيس ثم جاء الأخوان ريت وحقق الحلم وكيف سهلت لنا الطائرة التنقل عبر البلدين واختصرت المسافات وأصبحنا وأصبحنا نقطع مسافة آلاف الكيلومترات في ساعات قليلة اكتبوا وضعية هكا تكون ضمن المطلوب إلى هنا أخوتي نقلكم في أمان الله نلتقي ترجمة نانسي قنقر